اشتركوا في القناة 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 ولا بقى لنا ترسات الدرسة ولا سنة وبقى لنا غير الغاسين كنشوفوا الغاسين إلا ما زال خاصة عن تخيطمو كن تخيطوها و نديروا واحد لسوبر على الغاسين و نغلفوها من الفق هذا هو الفق الاحتياجات ديال الناس تختلف في كل شخص وشنو تكون الاحتياج دياله ومثلا في حالة الكوغانا دكتورا وش ياللي كتطروا قبل ما توضعوا الكوغان تقوموا بالتنظيف العلاجات ديال شنو خصوا التقالج تيتبردوا السنان بعض المرات ما شلقوا في نديرو الكوغان؟ افكتفما كسا سوا بوغ الكوغان ولا الفاسات راك نبردو السنان الفاسات كتبرد بوح طريقة مينيماليسة يعني كالك ميليمتر دي فوا لكانو عند مسلا السنان راجعين اللور ما كنحسن جوش انا نبردو قاع بوغ لي فاسات بوغ لي كوغان افكتفما إلا كان النا دون كتكون ديجا تخيطة صافي ديق داك العرق ديالها كما سنقولو بالعمية ديالنا مقتول يعني متراتي ومديرلو التراتمان ديالو ديك ساعة كنديرو الكوغان ديالنا الكوغان اولى اللي فاسات وش عندهم واحد مدة صلاحية والتي بقاو سيني طويلا معانا بشرط انهو يكون عناية وعيانة كما تنقولي باسيون ارا سو سن دي بروتاز يعني ماشي الاسنان الطبيعية ديالنا الاسنان الطبيعية ويلا ما حكيتيهاش مزيان ويلا ما تهالضيتيش فيها مزيان كاتمشي بحاله الساكيلا اون بروتاز اللي انكوغ اترانجي لك اللي بانسور كاتتادبطة معه مع الوقت را خسك العناية ديالو يعني خسك الكانترول غيولي خسنديرو لي غاديو خسن كنترول صورتو الكانترول اللي دام لنا هذك التراتمان باش نعرفو حتى اذا وقعت لنا شي حاجة نكونو اهلا فانس طاوليها الحلول نرجو معك النقطة ديال البريد بزاف الناس تتخاف منو تتقول بلي كيهاش سنة وكتولي حساسة واش صحيحة علميا او لا على حسب كيفاش تدار لك هذك البريد بيضا بغلا فاسد كيما قلنا كيكون واحد البريد مينيماليست يعني كنهضرو على دي مينيماليست ما هنحسوش كيكون داك شي ضعيف جدا بنسبال لكوغن كيكون بريد ضاير بلادن ومني ولو تطورات بهاد اللي ما تغيو باش كنديرو سوالة فاسد ولا لكوغن راه ولنا كنديرو واحد لطاي اللي هي مينيماليست نسبال لكوغن راه لا دون كتكون ديجا متضررة يعني ركيكون دفوا غير فيها غير تعمال يعني لكوغن اللي غنوضعو هي اللي غتتعطينا نفس جديد ايه اللي غديتعطيها ايه اللي غديتعطيها غديتبان ان دون اللي مزيانة و ولافنكشون يعني مني غديم دون مضغول ما يطررش مشكل بسداء من اي سن مسموح الناس يدروا الفاسيطة ولا الكوغن نغمالما اللي معترف بي ومتعارف علي ودسويت طام اللي كتكون كيكونوا اللي دونسة او اللي كبروا ايه يقدر نديرو حالات حالات يكون مثلا معناش اختيار واحد اخر من غير الكوغن يعني باش نعتقو هادك الدريسة او هادك جدر اللي باقي لنا انبوش كنديرو نون بفرد دي كوغن اللي هما بروفزوار مناتون دونسة اللي تكون دوندرت لاماتوراسيطة جال نديرو الكوغن ديفنية دكتورة قبل ما تتوضعوا الفاسيطة او الكوغن كيفاش كتخدموا الى الفم دير الشخص كتمشو بمراحل متلا كتالجو السوطة مش ضروري اللتة ديال الفم تكون في ساحة جيدة شو هما المراحل قبل ما ننصلوا نديرو سوى الفاسيطة او الكوغن او الحاجة بعدها كنستقبلوا المريض لجوغ ديال الشخص كنشوفو كنديرو كنسلتاشون جينيغا على الفم كلو على دون اللي مراد العلاج ديالهم من غير يعني الفم مراحل ماشي غير السنة سيتون انتيتك اللي فيها العدم ديال اللي قابطة في اسمنا خسوكن صحيح خس ما يكونش عنا شي مشكل ما كونش كتفرتت كالناس عدم تكون تشيش ماشي كتفرتت ولكن ما تكونش عنا دي مالادي بارودانتال يعني ان العدم يكون قابط الجدر من الخر دياله يعني هذا الجدر يكون مخشي مزيان فهذا العدم ديالنا يعني ما كينش مالادي ديال وتكون اللتة حيث اللتة كتلثق بالعدم يعني لكان العدم مزيان رات اللتة ديالنا كتكون مزيانا فسا تدوم شخال تقريبا شوف هي قد ما اعتانينا قد ما كتدوم 15 او 20 او كاينة تقدر تمشي كيجو دي پاسيون دي كوغان دو 20 او بلوس لكانت عينية مزيانة دابا تطورو هادوك اللي ماتيريو باش كنخفو اللي كوغان او لا تعدنا ولو كيعطوا استيتيك مو حتى ميكانيك مو صدور دون لطن وبنسبل هاد القادية اللي قلت يا لازين بجال اللتة وشخصنا نشوفه وشخصنا هنا كنبغين نبه الناس اللي يختارو في الطبيب فين يمشو يعني يعرفوا عليه معلومات سوف يمشوش عن منتحي لصيفة طبيب الاسنال لان هنا ما تيكونش وحتى شخص قبلي ما تيكونش كيجي تير كيف ديك لا فاسيات ولا ديك لا كوغان ما تنعرفوش لاش هاداك ما تتكونش هون غاديولوجي ما تتكونش دراسة وشكين لأمشاكين والأمراض في المستوى الثم هنا كيجيون الناس بلاي كمبليكاسيون بالمشاكين بطرد الناس ما تصلح لهم لا لا فاسيات للكوغان شكون وشكينش أمراض معينة وغتخليش متلا هديك الكوغان او الفاسيات تشد بطريقة مزيانة وشكين أدوية معينة ما غتخليش النتيجة المطموح لها نوصلوا لها الناس اللي ما يخصوم لأفاسيات الكوغان هم الناس اللي كي سبروس كي ما تعلمنا وإحنا صغار في للكول ثرى فوة بار جوخ أبخيل الماكلة ديالهم كينتاني وبسنة ديالهم يعني الناس اللي فهم مفصوحة جيدة ما غاديش يوسم وشكين أمراض تمنع او لا ما غتصلاحش لها افكتفمون على الفاسيات بحل اللي هدرناتو طالر على الوبروكسيزم الناس اللي كي حكو سنان ديالهم كان قدروا نديرو لهم الفاسيات ولكن كان ديرو إلن بروتكسيون يعني في الليل مثلا ديك لوكتال اللي كي كي ققع فيها ذاك الوبروكسيزم كان بس واحد اللا بروتكسيون دي غوتيار انغيزين والحساب ديكساء اللي كنشوفو باش ما يطاحو لناشا هادو كالفاسيات واحدة اللي كوران جي نحن كان عنا تهو لبروكسيزم انا كره على فاسيات ولا كانو مثلا حالة اللي كوران ولا فاسيات لكانو عندنا الاسنان اللي باقيين أبوش ما كيتحملوش أننا نديرو عليهم لكوران باكزمبل مثلا كان عنا واحد اللي ووحدة ديال سنال كبير ووحدة الجوج دريسات كنا مثلا جوج ما قدرش نديروо لكوران لان ديال جوج دريسات ما يقبتوش لنا عدد دي اللي كوغانو للبغيج اللي طاير اللي غن ديرو اليوم دايما نتأكدو وش نتكلمو على صحات الفم والأسام اللي رات تنظيف بطريقة صحيحة قادر يحميسنا النا ما نحتاجه لأفاسات لكوغان نذكر المشاهدين والمشاهدات كيفاش يكون تنظيف صحيح حتبقي دايما كيرجع السؤال واش هكا ولا هكا لمدة واش دقيقة ونصولة لاتة دقيق كيف زف دي الناس بقا تتخاف لدابة من الخيط تتقول لك اللا راتي جرح الفم واش هاد الاشياء شنو تقدر تقول لعليا دكتور پور لبروساج كيموريتي هكا افكتبا من لغوز ورغ لبلان من لجنسيف يفو توشي لجنسيف او دي صندر او تطلع ترش او دي صندر فلا فاس اكترن وفلا فاس انترن تاني من الامام شوز يعني من لجنسيف ونهبط لسول اندغوال ينقدرون ديرو في هادوك الحركات الدائرية هادوك تيحصل لنا في هم الماكلة ايه او دي صندر سيحصل لنا في هم الماكلة بور لفيل دانتر سي تخيز امبورطان سي تاندجوان موهم حيث ما بين سنينات دي فو ما تيقرم لابعوز ما كتوصلش سورتو لكان عدنا ام بتي شوفوش ما ولا هادية ما كتوصل لابعوز إلا دخلنا الخيط ها غيلا هدخلتي غا تشوف اشنا غادي تخرب مرات هادية الماكلة اللي تتبقى وما تنصوش لك تسبب في تساوصات عميقية اياك دكتور شوف تقدر تخلي سنينات مرض لنا من بعد نحيدوها ضغياء اكزاكتو ما شوفو في ما بين الليضان حيث هادية البلاسة كتخلق الناس تون ابل دي كاريفونتو ما كتشافوش بالعي كنقدروا نشوفو ميف لغاديو كيكونوا ما بين سنان ما كيكونوش في لفاس المرئية ديال الأسنان ديكو ما كنشوفوهم شتاكالقاو سنة سنة مشارسة شكرا بزاف دكتورة على النصائح اللي قدمتنا شو رأيك نمشو رفقات المشاهدين ديالنا نتكلمو هاد المرة على مجال كراءة السيارات شنو حق ملطنوبيل وشنو حق لكاريها وفين كينا الواجبات والالتزامات ديالهم واستاذ حسن فراحي محامي بها يقدر بيضا يوضح لنا في زفتي المعلومات واستشارات قانونية واستاذ فراحي في زفتي الناس غاي سمعوننا اليوم وما مركزين معنا لانا في كل مرة يجي الحديثة الى تكري طنوبيل اول حاجة كيجي لبال الناس تقول لك ليتي طلب مني انني نعطي مثلا شيك ضمانة فيه مليون ولخمسة شراء فدرهم اللي تنكري من عنده الطنوبيل وش قانونيا هادا حقه او لا لا يا هاد الموضوع علاش عن الشائك لانا القانون من اللي جا خلق هادا المقاولة ديالكيراء السيارات دا القانون كيفاش تخلق هاد المقاولة هالوريقة اللي تجيبها هالكفلة اللي تعطيها هكذا عدد السيارات ولكن ما ننظمش علاقة التعاقدية ليا بين هاداك اللي عدوا المحل والمستعمال يصنعو هاداك اللي جا اكري من اللي ما ما ننظمهاش بقى كين فراغ كبير قبل احنا في الحقيقة من تألوا علاق واش هاداك الشاك ولا هاداك الضمانة ولا خاسها تكون ولا خاسنا نعرفه تاني التخوف واحيانا اللي هو تخوف مشروع ديال هادوك الناس حيث احنا لكانش برنامج تنواري اللي هو خاس يكون اللي هو واش القانون فعلا دار شي قانون اللي كيحميل مصالح لان القانون ما كيكونش قانون كيحميل مصالح ذي الاطراف في اي نشاط كيفا ما كان نوعه ش كي حصل كي حصل اما التعسف او الاستغلال ما كتحصلش حاجة اما واحد كيتعسف لانه كينفرغ قانون ولا شي واحد كيخلق قانون دياله باش يحمي راسه قانون دياله لانه وكيعود إلا بغي يخلق قانون دياله خلقه بجوج ما بغاش ركي عود بحكم الواقع رانا ادي علاقة ومنتعضوا السؤال عقل عليه ديال عطيني شاكو لعطيني ضمان شخص نعض مش داروا واحد المقاولة ديال كيراء السيارات مش اجاب واحد جو السيارات ولا ثلاثة مزياني خداهم ليزينك كيخلص واحد لموسواليتي طموبيلات مزياني الرويحة مزياني نجداد الورايقات تسوور الوحيد هو تيقولك ودرا طموبيلته ما غادي يقول رجعت تترجع سؤال اول اذا إلا كان خصنا نكونوا في الابو يقال موديل هاد الناس اللي تكونوا في هاد المقاولة اذا ما غادي ترجع قدو الطموبيلته بهاد المفو هادك الطموبيل تشوف وقفات قدام 20 مليون ولا 25 ولا 30 تترجع اذا اش كان خاص يكون كان خاص يكون القانون خاص ينظم هاد العلاقة اذا هاد العلاقة التعاقدية اللي كيجي شخص لا تعرفه كيجي كيوقف كيقولك هاي البيربي وهان سنيلكوا واحد الورقة هالا كارت ناسونال ما غادنش ندخلون هادرو على الاخلاقيات واجحنا المجتمع كله مليكن هادرو دائمرة ما كان هادروش بالتعميم واصلين انك تحافظ لديك السيارة لانها امانة كأنها سيارة ديال كولالة اذا الشخص اولا هاده مول السيارة وغاد نرجع نشوفه هو وغاد نرجع لهذا المستعليه اذا هاد السيارة تقدر الحاجة اللولى يقدر لوحد يبشي يدير بها كينه اللي ما كنش تقدر تكون واحد الحاديثة هادك الحاديثة كيفما كان النوع وغاد يكون هاديته الشخص الاخر هو المتسبب اولا هادك كينه خسارات كبيرة على لانه مول السيارة اللي دايرها بشيكريا كيقولك ما تساعدوش توقفش هاد ماليوم هاده بقاع كينه لسيرانس والتوريسك وجبتيالي وقلتيالي رادرنا لسيرانس وهاد يوم تدخل القارج باشت صابق ساعة ملي غدا تدخل عدو واحد شهار ولل خمسة وعشرين ولل ثلاثين عدو خسارة تاواحد بك يعودو في هاد الخسارة ثانيا ملي وحد السيارة كتمشي وكاتسرق وكاتتفصل اذا facilitيت تسرق وحدين يجي وكين هاد راه كنقولو مشي العموم ولككين هات التخولصه لكني كاتسرق كاتسرق وكاتتمشي وكاتتبع بيز بده يدخل في وحد اللابيران hopedcom ديال الشيكاية وديال fingers ثالثا واحد كي جيب السيارة yang предهqui وكيهز فيها ممنوع مخد لا القانون خاصوا يميز ما اللي كان نقول القانون نخاطب القانون ونخاطب التشريع خاصوا يميز بين الفاعل هذا كله ده والناقلة واذا بما السيارة ولا تهجف المحجوز انت قد تخلص هذك السيارة انت تخرجها تهجف المحاضر سين وجيم وفي المحجوز وبقى ومولها كيتسنى وهو ما ندير تفعل ما دام القانون ما جاوبش على هذه الأسئلة الكبيرة كبيرة جدا لاش لان هذه المقاولة وملكا نهضر على المقاولة راعدى المفهوم دي الربح والخسارة وخاصة تحسب الحساب ديالها اذا الشيء اللي خاصه يكون وضروري هو خاصني ضمانة ضمانة انت غادي تدي الجهة الطموبيل ديالي خاصني ضمانة هذا الضمانة انا لا اتفق كرأيين قانوني مع الشيك لانه هاد الشيء جرمو القانون لك الشيك ديال الضمان هاد الشخص وهذا بجوج محرب لي ولكن اشنو رايي القانوني ذلك اشنو تيقول انا رايي القانوني دار الضمانة في العقد في العقد في العقد هو دار الضمانة وغنشوفو ان الوقت لايسعف الضمانة كتقولو الدينتا اللي خديتي هاد الطموبيل ملتازم بواحد ضمانة هنا في عقدية ديالعشرين الف درهم ولا ثلاثين الف درهم الى فعلا من اللي رضيتي السيارة رضيتيها واقع عليها شي ضرار ولا شي ثلاثين ولا خمسالف درهم ولا ستالف ولكن تعود مكتوبة الاقل الشخص الاخر يعود لعرفها اذا فين كيت تطرح هادك خاصة تعود ويعود يوقع عليها الناس بالرغم ان هاد العقد راه ما كينش مصادق عليها ولا كين رالاسينيات يورديها لفيفوها كيت تطرح فين كيت تطرح المشكلة كيت تطرح المشكلة هو ان بعض الناس كيقولك لا بغيشك وانا مخصوش يكون اذا دولو تركوط يخد الراجعول لي واحد جاي واحد راجل يقولوا لا سيدي باش نكريلك اذا خد سيعود تاني عدنا واحد القانون ما يمكنش لك تكون كتشتغل في واحد القيطة وكترفض تبيع الخدمة ديالك اذا هادك مول السيارات حال تاكسي صغير يقولك فين غادي وانا ما غاديش ولا مول حانوتي ما بغيش نبيع لك هاد السلعة اذا القانون بصفة العالم كيلزمك انت مادم تي واحد الفاعل في واحد الحق الاقتصادي اللي كتبيع السلعة اولى خدمة اولى اولى فيما كان يجي عد واحد يقولك لا انا ما بغيتش ما بغيتش نكريش لا ما كيناش ولكن خسنا ندوزل المرحلة التانية ديال ملغت دوزل المرحلة الاخرى تانية فين فيها المشكلة احا هوا واحد دابا ما عدوا لفلوس له ولو وقع معك بغيتي ضمان عشرين الف درم عشرين الف العقد هوا جاب لك الطموفيل فيها هادك المشاكين واش هاد فعيل ديال هذيك عشرين الف درم فيها العقد هي حل ليست بالحل وهناك نفكره واش خس يكون شي 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 كاس ديال الضمان يديروه جميع هاد الفاعلون وتساهم فيه الدولة على الاقل باش نقوله وضيلة ولا واقع واحد الحادثة لواحد الشخص وتسببت في ضرر كين ديال عشرين وثلاثين الف درم وكين العجز ديال هذك الشخص لان خسك التابعي وهذا اذا هاد مسألة ديال الشيك مخصها تكون هاد المسألة ديال الضمانة خسها تكون علاش لان ما تكون لا يمكن واحد يكون متسبب ولكن ضمانة اللي تعطي الشخص حقه وثاني ثلاثة رم مشكلة ما يبقاش يجري وطلع ونزل باش ياخد حقه صحيح وعدنا دوله تركوطيه مثلا واحد كي يدي سيارة خس يدي سيارة تعود ادل واحد تقافة ديال الحالة ديال السيارة راه قليل الناس اللي قدروا يقولوا الحالة ديال السيارة ماش يضوروا بياه لا هذك يضوروا بالسيارة هجمزين قليل تكون واحد الامكانية ديال سور سيارة وصاحب هذك السيارة كيراء السيارة يرسلهم لهذاك الكاري في تليفون يقولوا اكد لي الوضع ديال السيارة هو هذا الوضع ديال ههو الخارجي باش لاجب تيجي قبل ما ننسى لان جاتني واحد الفكرة كان بعد السيارة اللي وما اصحاب السيارة كيراء السيارة كيطلبوا احيانا الناس مثلا ديال الاجانب ديال الاجانب اشكال اخر الاجانب كياخدوا لهم باسبورت ما شو ما حقوا ياخد لهم كنقول لك لابراتيك انا 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 عيواضة كرجل قانون نقولوا دي هذا ما نحقه هذا ما نحقه وش كنقول يجيبوا على القانون ان يتدخله ويخلق واحد الجب تعاقدي اللي ما يبقعوش الناس يبشيو لان كلها ضامنة هلاش كيطلبوا الباسبورت كنقول غير مشروع ولكن شنو التخوف هذا كيقول هادا رادا بيقدر يبشي يبيع لي السيارة ديال ويركب ويمشي ويركب في الطيارة ويمشي ما يبوركوانو ببانسيا ولا ريفليشير لواحد الميكانيزم ديال إلا كانوا واحد اللي هو عندو باسبورت مهضرو على الاجانب تكون واحد لابلكاسيو على الاقل تكونترولي التواجد تكونترولي بلا ركالي وحد سيارة وما يمكن يخرج مثلا تيجيبين ما لوفي بلا رد المولا هادي كلها ايش كادر إذا سؤال اللي طارح نفسه هو اللي كيخلي هاد ليه من هنا ومن هنا هو أنه كان فراغ قانوني قاتل لاشنو فيه فيه كيراء منقول القواعد العامة وفيه قانون انتزامة العقود القواعد العامة التفاصيل اللي غتحمل العلاقات بين الطرفين مازالين محتاجين كتير من الشغال إليها ياك والصدفة راحي كيلي كيقول لك أنا كريت تنوبيل الواحد سيد ولا واحد سيدة اتا ايطاليا تنوبيل كلها منذك دقاء لقاوهم اليوحة هادك الشخص اللي يكراها او اتا فوتوكوبيد الكارت او اتا فوتوكوبيد الباسبور او اتا فوتوكوبيد البيرمي ديالو حت بزاد نصر ما وعيش بالمتابعة القانونية اللي كتسناه ماش كي تسناهم قانونيا هاد الشخص حيت كين واحد كرا واحد سيارة عدوا واحد الالتزام مدني ويردها لصحب السيارة مارش هاد شو القاها مضروبة كين جو شون إلا كان حاديثة خستة تكون الحواديث عند التأطير دياله كي يجيوا رجال الامن سواء قول لي هم شرطة ولا داراك وكيدروا محاضر وهنا هذه حاديثة ما عداش ولكن خلافة ذلك انه مليو حافشي جيها ولا دياليسي ولا ولا هاد رأوا بشات في خيانة الامانة خيانة الامانة اذا ولا هاد الشخص اللي كيدر فيها السرقة وتخليها دياليسي وتخون منها شي حاجة ولا ولا تبيع هاد بياتور كلهم هادشي رأى المقتديات ديال القانون الجنائي هي اللي رأى فيها من عامين تل خمس سنين والاكتر اللي كانت عصابة فيها جوش الاشخاص ولا ثلاثة وكي ينظموا هادشي وشي كي يعطي لهذا كتقدر تفوت كاريمو خمس سنين اذا الفعل الجرمي يلتبث فيهم انه رأى كان الفعل هو انه واحد باش يسرق ولو واحد باش يفتعل حاديثة وجمعكينش حاديثة كلها رأى داخلها خدانة الامان اللي ضيور بلي كاتب الشي اللي كان قولك القانون بقي ما توازنش حتى الشخص من اللي كي يبشي ورا هادشي كايات انا كان شوف دائما بذيك النظرة الاقتصادية الصرفق حيث الى كان واحد عده سيارة وخاصه يتبع واحد ويدير محامي وينشي وكين واحد الميل في جنايات ولا جنحة وهدك معتاقل عنده الفلوس ما عندوش هدك سيد ضرر ديالورة ضرر كبير هدك شعلش هما كيمشي هيا كينقول انا غادي نطلب شاك مدام هاد الشاك انا ما شافني حد فيه بالرام يجرمه القانون ولا اتصفقه مع ذلك وكيلقاه كحل وبالتالي دعو الصريحة للمشريع ويلقى حلول ملقاش حلول راه كل واحد كي يحاول يحمي وخد قولي رف العقود راكي الناس دبا اتطورو شوية ولات الشركات كتدير عقود فيها نوع من التوازن ولكن دائما دائما كتلقى ضرر لاننا لابغينا نحمي وهذا القطاع ووراها قطاع اللي فيه فيه ضرر ما خسلش نشوفو المستهلك اللي كي يجي مرة مرة خسلنا نشوفو هادك را مقاولة ومشغلة اجارة وكتخلص ضرائب وكين فيه واحد الحق اللي عندو فيه حاجيات وكين الشيء كتأثرها امتى تبدل طنوبيلات امتى تبدل وكتشري القازوال وكتشري الاسيرونس مقاولة في هاد القطاع راه كل ما هاد ليفلي فيها ها انت كتخلص الليزينك كتشري القازوال كتشري الاسيرونس عندك سائق عندك انسالاريي كتخلص ضرائب وبالتالي خسل المشرعي يدخل ودير واحد توازن للحماية والمستهلك المستهلك الركيجي من مرة لأخرى عندو واحد كي يقضي واحد وكي يلقى واحد نوع من اللي كي يعتبروا تأسف وهو في اطار الفراغ القانوني هو مقابل تأسفه هل يتم الحديث ايضا على فراغ قانوني بالحديث على الأتمينة على طول الآم تتكون أتمينة كي يبدأ الصيف كي يلوقت من أخرى من يؤثر هاد الموضوع؟ أنا بلا زينة بنهضر معاك كنت في حلقات أخرى قلتوا دراحنا واحد البلد نهج واحد النهج اقتصادي ليبرالي نهج اقتصادي ليبرالي وفيه القانون الأسمى في الأتمان هو حرية الأسعار والمنافسة إلا ما حدده القانون بنص هل قانون حرية الأسعار والمنافسة حده؟ واحد كي يجيب لكو حطه موبيل تدخل ليها هي نقام المكان كلها جديدة نقية كي يقول لك الناس كيكري وبتروسطوا ديرها من اللجوغ وانا نكري بسا ينصا هادا عرض وطالب سؤال آخر المقابل دياله هاداك سيد لي كيشو مئتسة شهر كيخلص لي شي واحد شي اندي منيتي وبالتالي الميكانيزم ديال الليبراليزم ديال الصوق حرة فيها هاد الشخص كيخدم عشرات شهورة مئتة الحركة كيخدم ثلاث شهر ولا أربعة شهر شوية وبتالي وعاد المسألة الأخرى هيا لونجا هاد طموبيل ماشي بحال هادي هاد النظف ماشي بحال هادي واحد بغي يقولك ودينا بغي نكر لقد قادر يخلص لدينا 3 صورة لك تصودي رأي من الوجور وي بغي يخلص لصوة لصوة سیکوند لصدوصص السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فقرة من يتشاف اليوم شاء الله سنشاهدون كيفية تحضير صالة سيزار بحط طريقة سهلة ومبسطة ندوز مباشرة المكويلات من بعض طريقة التحضير المهم سنحتاجون هنا الخص المقطع دجا عندي هنا طومات سوريزة قطعة من البيت سنحتاجون الفخوماش بارميزون عندي هنا العصر الحامض سنحتاجون صدر دجاج وخل وثوابين نحتاجون مليحة وبزار وشوية ديال الزاتر عندي هنا تنقري دجا سهل تقطعوه وضوزوه في مقيلة أو الفرن مع زيت البلدية مليحة وبزار ووحد الحكيكة ديال الزاتر نضوزو مباشرة الطريقة التحضير نأخذ المقلة دجا ديرا تسخون نأخذ زيت البلدية صافي وغادي ناخد صدر لدجا مقطعه قطعة صغيرة غادي ندير عليه مليحة فر شوية ديال الملحة صافي شوية ديال البزار ووحد شوية ديال العاصر ديال الحامض صافي نخلط صافي غادي نبقى حتى نشحره ورجع نأكد مرة أخرى من بعد ما شحرنا الجا صافي دا بغادي نضوزو الدريساج قنا نخط بيصل ديالي أول حاجة غادي نبدا بها الخص لم طابعة الحال مغزول ومقطع ونورما ممكن تدرفض الوصفة هاد بالخص هاده بالضبط وممكن نديرو اي خص مكينش مشكل صافي ثاني حاجة غادي ندير بانجرية هو النجم ديال صالات سازا صافي الكميات من طبعية الحال كيبقوا حسب الرغبة والضوق ديال كله واحد صافي تبقى تقدوتوا معينكم ميزالكم غادي ناخد شوية ديال الدجاج غادي ندير مع القلع انه سخون نوزعه بتساوي على الطبق صافي غادي ناخد طومات سوريز اللي قطعتها صافي غادي ناخد دابا الفخوماج برمزون غادي نحكوه بالطريقة ها لك نتاوه كنوزعه بتساوي مو يمعينكم ميزالك في الطبق انتي كتقدم انتي كتشوف البلاسة اللي خاوية كتعمريها صافي غادي نحطه على جنب وندوز نحضر السلسل المرافقة غادي ناخد واحد سليفة ناخد هادي حد سليفة غادي ناخد غادي ناخد عندي هنا الموتارد المايوناز ثومه برمزون محكوك اول حاجة غادي ناخد المايوناز وهي لك تكون شوية غالبة هلاك شوية دي الموتارد غي شوية لك تكون مجهده شوية دي البرمزون محكوك كيعطي واحد نسمه هائلة صافي هنا عندي دريس ديلتوه ما غادي رش كامل غير شوية حسب الطوق كل واحد عندي هنا الحامض الصافي وسنزيد خطيط خوية زيت البلدية هكذا تكون عندي صلصة ووجدة الصلصة اللي تجيل دائدة صافيك الرافقة مع الصلاة ديالي كندير عليه حسب الرغبة هذا هو الشكل نهائي الطبق ديالنا كنتمنى أنكم تجربوا هذه الصلاة اللي أنا فعلا كتجيل دائدة وأهم حاجة كيف معودكم أنا سهلة مهلة صحة وراحة سلام عليكم شكرا لعنكم مما ستابعين حلقتنا اليوم من برنامج أسراتي الجزء الثاني منها نخصوه لتعرف على قصة نجاح جديدة وغادي نتكلموا أيضا موضة من دبا شوية في موضة نتكلموا معكم على ألوان ونبس ديالكم خلال فصل الربيع كسيدات ولكن قبل لا راحب ضيفتي فقرة قصة نجاح سيدة عواطف طماري مرحبا بك لله أهلا وسهلا أنت صاحبة مقاولة في مجال نقل طرقي والمستخدمين ونقل بضائع أيضا رجع دور فورتاج وراجعين نتكلموا معك على قصة نجاحك عواطف طماري وحدا بين النساء اللي سعى وراء النجاح في مجال مقاولة نشأة سيدة عواطف كانت في إحدى الأحياء الشعبية بمدينة صخيرات وبالعمل المتابرة قدرت تستغل الخبرة اللي اكتسبتها من عائلتها في تأسيل شركة متخصصة في النقل الطرقي وإرسال بضائع من بعد ما الحمد لله تجاوز بعض الصعوبات والمشاكل العراقية اللي كانت تلقيت في هذا الدومين خديت خبرة كونت واحد الفكرة على المجال اللي الحمد لله يعني كبيرة في هذا الدومين هذا حاليا ومع بداية الدخول السنة الجديدة كان أفكار جديدة بغيت إن شاء الله بإذن الله أني نزيد نطور من هذا المشروع بحيث كان نطمح أني ندخل الأقالي مستحراوية مغربية منهم الداخلة منهم يكون عندنا ديز أجونس لنقل البضائع نقل المستخدام تحدي والرغبة في تحقيق الأحلام هو شعار صيدة عواطف المجال اللي كتشغل عليه واللي كتعمل على تطويره والمساهمة في إعطاء صورة النجاح للمرأة المغربية عواطف وش دخولك لهذا المجال كان حب حلم طفلاء أو لا مجال؟ جيت لي بالصدفة ولقيت راسك النجحة فيه بنسبة للطمئن ديالة التخونس بو ما دخلش لي بالصدفة بحكم أن الأب ديالي رئيس قسم في وزارة النقل الله رحمه مرحب بالنسبة للزوج ديالي يعني عنده شركة ديالة التخونس بو ايه انتو كيف جتك الفكرة؟ رجلك عنده شركة تخونس بو علش شنتي داتي التخونس بو من بعد يعني فاش ولت ولداتي تزوجنا ولت الوليدات وميحفظهم تبارك الله ما شاء الله دابال كبير عنده تمتاشر عام وهادي ما شاء الله مبارك الله فيك ذونك ديك ساعات بك تبدا ديك انتي بوحدك في الدار خس كيتخورجي تعرفي علشنو واقح من احنا بداتنا أنا نشوف يعني العالم دي المقاولة بحكم اني أنا فاش كونت صغيرة أنا صراحة ما كانش عندي حلم اني نكون في يعني يعني نكون عندي مقاولة وكان سير مقاولة ولكن ما شكتك تحلمي انتي شو رائع؟ أنا كنت كان شو كان سمع أحلام دي الأطفال معايا في القسم وكل واحد يعني شنو تحلموا واحد يقول أنا غنكون مثلا دكتور واحد يقول أنا كان دائما كنقول يمكن أنا غندير ديك ديك المؤسسة اللي غيخدم في هذاك الدكتور أنا غندير هاديك المؤسسة اللي غيقرر في هذاك الأستاذ دائما كان شوف راسي طموحك توني صاحبة مشروع؟ صاحبة مشروع وبدأ يعني هاد المسألة هادي بدأت تكت تطور عندي مع الوقت أنا كنت ربت بيز ولكن دائما عندي واحد كنمشي الواحد البلازة كان بغي نعرف الاستماسيون إلي هادي يعني إلي أخذت الأرض وخذت هادي شو حال بغت تقامع لي هادي شو حال غنت تقدري لكالكول؟ دائما الكالكول إنا مشيت غير كونسلتاسيون عن الدكتور غنشوف الاستماسيون ديك الكامل إلي قدرته أنا شو حال ممكن مثلا يتقامع لي شو غي تخلي كي بقديمة هاد وخا أنا مريضة هادا كوت تتساولي عندي أنا كي حسب دائما يمشيت بديت كانت تردد على المقاولة دي الزوج ديالي كي بنو ليا دفاعي أنا كنت دائما نقول هلاش ما كياش تخصونا لعندو هلاش ما كياش المارشون ديس عندو هلاش ما كياش دي ما كياش نشوف الإضافة اللي ممكن كون كنس أنا في هذيك المقاولة شو غدي نزيد هو كان عندو النقل الطرقي عندو ثنس بار دي فيو ينشور بوحثة سافلت سافلت كليستيع أواطيف احوض نهار نت 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 قلت باش أنا كنت قاد إيمان كنت طرح عليه دير ودير ودير آج ولاش ما نديرش أنا ولاش ما نكوش أنا وندير وما يعني ما غايكوش ندير يا فشلت قدرت في علوم اللي قلتي أنا غا ندير الحاجات اللي قلتي تمنكش حال ممرة وليك إنتا ما درتيهمش اللي غد لقي صعوبات أنا مثلا تهربت على الصعوبات باش مبغيتش ندخل في هذا كله هنا كان عندي تحدي أني خاصني نقول ما كيش صعوبات ما كيش حاجة فيها صعوبة شحال بقيتين تربت بيتك تعتني بوليدتك شحال من عام عاد رجعتي لعالم المقاولة تقريبا نقوله وحد عشر سنين عشر سنين ما كانش صعيب عواطف تخرج من لعدة اللي بنات خلنا نقوله منطقة الراحة ديالها وتعود تشمر على الدام الجديد وتكونون غنطالق غندي المقاولة الخاصة الحمد لله ما كانش مشكل لأنا كانت في الأول كانت المقاولة يعني ديال الزوج ديالي كنت كانت تردب مع الأطفال ديالي لكن من نهار اللي قررت سفي ما يمكنش خاصة آخ سنين نخرج للدومين يعني نشوف شنو واقع وحتى يعني باش أني نخرج العالم حتى إني كنت كان نشوف شنو غادي نضيف إلا ما كونش غنضيف لهذا المقاولة ما الأحسن نضيف لولادي يعني أنا كنت يبالي إني نخرج باش نضيف للزوج ديالي والحياتي والولادي كونوا حتى تغيير لنا كاملين ما هيك حال في عمر المقاولة ديالك ده بالمقاولة تمام سنين تمام سنوات استفتت من برنامج فورسة أيضا أنا عندي شوش شركة أيضا يعني أنا كنت خدامة في ترانسبور الشركة ديالي غادي نبداها حتى الكوفيد أوكي قررت أني ندير يعني سافي ديك ساعة كانوا واحد القرار ليلا لا ما بخصينا أهام قررت أني نبدأ ولكن يعني كنت لك أنا كيفاش بغيت نبدأ ما بغيت نقول تشي واحد عالتاني مبغيتش واحد نستافد من البرامج اللي كتقدمها الدولة باش تكون أني أنا مني يعني شنو غادي ندير شي حاجة مبنيتو بالدية بالدية يعني كان يعني كان نبحث وكان نشوف شنو البرامج شنو هادي شنو هادي ما نقدرش نقولك أني أنا بوحدي كونتها الشركة كانوا معي جنود الخافة منهم الناس اللي كانوا خدامين معايا الحمد لله اختارت الناس اللي هما في المستوى ناس اللي هما عندهم واللي سيقين بالانتقادرة وصل كنا أسرة يعني اختارينا شنو غادي نديرو شنو المشاكل اللي غادي يلقا قدامنا كل واحد فينا كان غادي يواجه مشكل مثلا غايكون اللي غايقابلنا اللامبان غايكون إنسا اللي غادي يقابلنا الأوراق اللي غا نحتاجه غايكون الأوراق الإدارية كنا كنجلسو إحنا مجموعة وإحنا عارفة روسنا إنه واحد غايكمل واحد واحد بلا واحد وعنى وكذلك إنه احنا كنا كنا كنت ركز على إنه في المقاولة في الأول كيف ما كان عارفوه هو ضغمين يعني كتلقيها رجالي فأنا باش غادي ندخل من الأول وغادي تكون عندي واحد اللي هي كاملة رجال كان شوية تحدي بالنسبة لي وبنسبة العائلة يعني كيفاش انت يا مرأة غادي تبدأي بهات بهات دومين هذا يعني شوية قاسة فيمتي غادي تبدأي شوية صعيبة عليك بديت كندخل عنصر نسوي معايا شوية شوية وده بحاليا يعني الحلم اللي بغى من بعد إن شاء الله نوصل ليه إنه حتى يكونوا معايا في في الليبوس يعني في الكيران دي وإنه يكونوا سائقات النساء إن شاء الله عيش الله إن شاء الله إن شاءتين مقاولة وأنا كنتمنى أن أكون توفيق فيها رجالك أش عاود قائل؟ رجال اللي قال لك فالنورة صعيبة عليك صراحة يعني كنتسمع منه دهبه براظه بزاف دي المرات الحمدولله يعني تشجيع دياله مش أنا الحمدولله كنتلقيني واقفيني مش لقيت واحد واحد يعني دائما تي يتي تحطط ما تقديش ما تقديش ما تقديش وما تقديش سمعتها في الأول صافي ومن بعد ما بديتي شجعك؟ صافي بقى كيش تفرج يعني بغى ديك النقطة دياله فين غين يقوليها هل ما بغيتك شتوصل إليه ولكن الحمدولله كنا دائما كان نعلم كتكملوا بعضكم وكتعاونوا مع بعضك عباطف كامرة من تجربات تكوني غيف الدار تتربي ولداتك والله يحفظهم ليك لتجربات المرأة المقاولة وثمان سنين من بعد ما تنشأت هذه المقاولة كامرة شنو تبدل فيك؟ هي أنك ستكوني واحد لربة بيت يعني كتكوني أنك كتعطي كذلك الأبناء وكتكون واحد الإضافة من اللي كتتخرجي كي ما كنت لك التغمين ديال الشغل كنحس راسي أني ضفت كثار لعائلتي يعني مثلا أنا كنقول أن أي مرأة يعني بقي إلا غادي تخرج تخدم وبقي راجلة كيصرف عليها بلا ما تخرج لأن أنا وخصنين نخرج وأنا يعني عارفة راسي أني غنضيف الأسرة ديالي مادياً وغنضيف ليهم يعني حتى أني أنا رأني خرجت ودرت واحد الفرق حققت إنجازات كامرة يعني أي وحدة بغت تخرج تخدم فهي ما عليهاش نتيجة هي عليها السبب نتيجة كسبها على الله سبحانه وتعالى الله الوحيد اللي كي يدمر لنا النتيجة يقدر ستضرب يتعال في المشروع ويزيب شي قاعد ويقدر ما يمشيش بعيد حياة تجارب حياة تجارب وحتى أن يمكن يفشل المشروع من الأول على حسب لأنا كنقول أنا مثلا نطلق من نفسي تجربتك كنشوف أنا أهلا شو خرجت نختم احنا كنشوف مثلا شنو الهدف يعني أنا شخصيا كانت الهدف ديالي جودة الحياة يعني نغير شوية مثلا غير هادو غنضيف هادو ما كنش كيبالي أني أنا غنخرج غنضيف مثلا طائرة خاصة أو لا فإنسي أنا كنش ما هي حياة أفضل يعني واحد درجة أو تانية درجة فمن الأول ما كان نطلقوش بواحد جهد اللي ما غنقدروا شعلي استقنالية النساء المادية هي مصدر راحة لهم مصدر قوة لهم في نفس الوقت طبيعة الحال طبيعة الحال أي مرأة يعني ما عندهاش مثلا دخل أو لا هذا ما كان عمامش ولكن ما الأحسن أنا كنقول أن الاستقلال المادي كيجعل المرأة في أريحية أكتر طبيعة الحال وما كانتها أفضل ما كانتها أفضل لأن هنا ما كتبقاش تتعلق ديال الزوج مية في المية حتى فهمتني أنا متنقولش يعني خاص دائما تسق أنا كنكملوا بعضياتنا ولكن نكملوا بعضياتنا ولكن أني كون عندي شخصيتي وعندي مثلا مسائل ليه ديالي ما كتبقاش يعني مشاكل نظن ما كتبقاش مشاكل ولو أنا بالنسبة لي مشاكل لك قبل ما بقيتش دابة نعم أنا مشاكل ما بقيتش فعلة كيف بديتت تتخدمي على أن يدخلوا معكم سيدات يسوقوا الكيران ولا ما زال في طور الدراسة حاليا بغيت نبدأ بتخلص برسونيل لأن يعني ندخل فيها النساء بحكم أن غيبقى تتعامل بين شركتين فهو ما كيشوفوا نفس الأشخاص يوميا ما كيكونش عندهم مشاكلنا كيخدموهم مرتاحين بالنسبة للترانس بورد كي نشوفو ولكن شوية صعيبة يعني المرة تقدر تسوق مثلا الرموك تقدر تسوق شاحينات ولكن الكارت تجي شوية صعيبة مؤاملة مع الناس كل نهار كل نهار كيكون مشاكل تكون صعيب لها احنا كتنكونوا في الحقيقة في الأول احنا اللي سنحاولوا نتفادوا هاديك شي باقي ما ما زعمناش ان شاء الله نزعموا انتقى في النساء لأن النساء عندهم قدرة ربما أفضل على التواصل مع الآخر وان شاء الله لنقدر نشوفو سيداتي سوقول كيرا عندنا في المغرب في هالثمان سنين شنو اللي كان صعيبة عواطيف فين كانوا المحطة الصعب واللي انت فخورة بأنك كافحتي وجوزتي في الدومين دي الترانس بورد لأنه أنا عندي شركة أخرى لي أسستها في الوقت الصعب في الترانس بورد يعني من لي وصلنا للمرحلة دي الكوفيد كان تشوق كلها صعوبة احنا كانت عنا مثلا يعني كنا عانينا في الترانس بورد بحكم الاحتياطات الاحترازية بحكم اننا يخص حضر تنقل حضر تنقل بين المدن كان بقى المدة كتر من انهم تلقوا في المدن تلقوا في المدن فكان حضر بين المدن كان مشكلة نحن مباشرة من بعد كان يعني أنا ما قررت اني نواجه هالجائحة بسأسيس شركة أخرى اللي هي هوا تافنيغوس ودخلت فيها العالم اللي هو عالم دي الأشغال العمومية والخدمات العمومية من هنا يعني اخذت واحد شعبية كبيرة في المدينة ديالي وتعرفوا علي الناس لان حتى في مجال الترانس بورد ما كانوش يعرفوني الناس قد ما عرفوني في المجال الثاني اللي هو الخدمات العمومية كانت اخذت واحد الطاق ديال رحبا لي بيع المواشي واحد البارك اللي كان فيها جوج هكتار كانت على يديت قريبا ثمانين ديالخدام كلهم رجال وكان دومين صون بورسان رجال ودخلت كانت الصعوبات اللي كانت تلقيت انا اولا غيرت الدومين ثاني حاجة هي اني انا كانت واحد اللي استيماسيون باش حطيت في هذاك البروجيت كانت كبيرة بزاف وكانت تحدي اني هاد اللي استيماسيون كاملة خصني جمعها في ضرف اسبوع يكون كل شي خالص يكون يعني حتى البرك يكون مضيف لان معانتي الموسم ديالعيد الاضحى كل شي يتقال كل شي يتقال كاميرات مراقبة مرحاة عمومي مسجد للناس اللي كانوا يجيوا يبيعوا وشري وكذلك كانت تفز باحسن تنظيم لانا كان الأعوام السابقة كانوا يوقعوا حالات وفاة وكانوا يوقعوا ديزاك سيدونت تفاصيل بسيطة بدلات الوضعية ديالنا بدلات الوضعية تنتم نقولك كل توفيق شكرا شرفتنا تحياتنا لسوشيالك والعائلة ديالك شكرا نحضر لك معنا موضة ألوان الربيع وكيفاش النص قلبيسة ديالنا كسيدة زينة بخدراجي خبيرة الموضة الاتيكات وفن العيش ترافقنا بعد لحظات يهلا وسهلا بزينة بخدراجي شكرا كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله في الربيع كيفما الدنيا تتنور تحنا تنبغيو هكا نستمتعو بالالوان اللي تتكون دارجة في هذيك الفترة كسيدات وكيفما تنقولو في بزاف الحلقات تزين برفقتك بزاف مننا كسيدات ما تنزعموش على الوينات ذاك شالاش نبغو نستفدم الخبرة ديالك كيفاش نزعمو على الوينات مبهجة ولكي القبل هذا الربيع شنو الألوان اللي تشجعين عليهم؟ شوفي الألوان دائما أنا كافسيني كنشجع للألوان جميعا وكلها يلبس الليواتي أكيد والتالي لون محسن من اللون كل واحد يختار اللوين اللي يجي لهم على البشرة ديالك غير هنا قادي نشوفوا القطعات ديال الربيع كما تنشوفوا الألوان كان درجة الموضة جميع الألوان كانين غير هنا قادي نشوفوا القطع اللي مختلفة حقا 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 هذا خفيف وهذا سخون وفي فصل الربيع كنستعملهم بجوجهم كيفاش نزعله؟ كيفاش نزعله؟ كيفاش نزعله؟ كيفاش نزعله مثلا حتفه بهاج ولكبولار كننبسو شي حاجة سامبل وكننزدو ذلك البتيت توش ان كولار في الربع وهذا بعد المرات كننبسو انتيشارت أو شي حاجة غير خفيفة فهذا البتيت لان من الفوق كتسخن 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 هادو ضروريين وباش كنستفدو من هذا اللي زي شخف في حالك دا اولان كنستعملو في شتوا في الخريف كيبقوا معنا التال فصل الربيع فصل الصيف كنقول اليوم باي باي تخبعو كنقدرو كدلك نستعملو شوفي بحال هذه البتيت فاست في حالك دا اللي كيكونو هما مسخن بزاف ما باردين ووالا دونك وحالة بانايا من التحت كن بحال الانتشاقت كنقدرو لبسو كيكون نسخل الحال في النار ومن بعد كنزيدو عليهم دا بتيت فاست في حال هادو الموديل هادا وهذا بتيت فاست شوفي كنقدرو لبسو مع دي جوب لسي مع دي جوب انجين كنقدرو لبسو هادا لبسها مع انجين مع دي جوب دي باسكت مام افاك ديتالون كتجيزوين كتجيزوين ايه نشوفو تتنسيقات خلينا نشوفو كذلك هاد الوستيل هادا كيما كان نشوفو بحال هادا كنا نشوفو بحال هادا كنا نبسو شاميز كما كان نشوفو خفيفة وكان نرزو امبول اللي كيكون موام حلول بس ضيفات اللي كنزيدوها من الفوق هادا سخيخن شوية ولكن كان دي كارديغون اللي كيكونو شوية باردين يعني ماشي الهدا على حسب احنا فاش من جينا وعلا حسب واشحنا مبرادين ولا اللي بطبيعت ما كان بسندات ايه لا هادرنا على لون مغياج تقول اخشوفي ها انت يا وكين لغوز انا اقف الزاح وحنا زدنا علي هاد لقيت عنه انكونو لبسناها في الخريف لانا هو لون خريفي وحتفظنا بحطة للربع ودرنا تناسق ببيناتهم جو شوية ايه اللي جو بليسة نبدو لبسهم من ربيع ما يكونوش باردين لا حسب الجو بحال ده بهاد اللي جو بليسة في حالك ده كتقدرت لبسي معهم دي كورون إلا كان شوية شوية لجو بارد سينون إلا ما كانش بارد كتقدرت لبسيهم هومانيت بعدة الطرق كتقدرت لبسيهم بحال هادو مع دي باسكت دي تي شخت ايه كي جو زوي ونين تخي موذرن في اللي بيسة كتقدرت لبسي معهم ام بلازر من الفوق وكتجلو له انسان ترى كده كده افك دي تالون كتقدرت لبسيهم مع دي بوتين حيط ليبوتين تامرة كنحطفدو بيهم ترفضل الرابع دي بوتين دايما كنقولا هوم المشتريات اللي ما كان دموش عليهم ماشي بحال ليبوت كتقدرت لبسيهم غير في الشتواء وإلا كانت شتاة مجهده وإلا كانت شتاة مجهده سينون كيبقوا معك في الشتاة في الخريف وكيبقوا معك تل شوية في الرباية إلا ما كنتيش شتاكنا في شمدينة سخونة في شمدينة باردة بلتو ليبوتين بحال هاد البانطالون شتاهم سخيقينين مثلا في النهار في الرباية كتلقيش نهار الجو بارد مقدر تشخور جيب انجو في حالك دا ها نفاسيون بانطالون ستيل بيجاما بحالك دا ياك تبدالو اه ها تبدالو ستخخن شي شوية تهادو كيتلبسوا مع ديتشارت مثلا هادا انبلان وحا او لا تقدر تلبسي مع ديزي سكاربان مع شميز او لا تقدر تلبسي مع او بتيت فاست من الفوق اي ديموكاسا يعني اللبيسة واحدة او قطعة واحدة كيتقدر تخرجي من بزاف ديال القيطة الحمارة زينة بخدراجي داريج في مواسم هاد السانة داريج بزاف بصراحة درجات الحمار اللي خارجين كيخليكو تحسي باناقة وبقوة نعم يعطيك لعفوغ غيره والحمارة مكيجيش مع كلشي ماشي الحمار لو الأحمر لنيوانس حس ماشي هاد داك الحمار اي داخل اي الورانج اي الورانج هادا واقل لداريج داخلو شوية الغوزة هادا سين كوغاي سين مينبا شفتي معدوكي بنحمر ياك اي اي انا ضربت على الجيلة اللي وراك مل هي اي اي بصح اكید حمر هذا مهرج شوية بحمر شوية داير في شوية داخلو اللي شوية الاوغنج هطلوه تحت هذا البلس يوجد شميس بلانش مثلاً من تحتوه ويوجد جين ويوجد پانتالون كلاسيك وتمشي بالخدمة يعني كيبقى عبيه مع ويوجد سكاربان ويوجد مستهاف ويوجد ماتير دي لزوينة ورتيبة نجعوه لفستان كورايلة ورتيبة هذا كل نغزال هادو مثلاً لفصل الارابي حيث فصل الصيف مغاديش تقدرات لبسها حيث شوية سخخنا بحل دب هادو هادو ستيل هادو اللي كنشوفو مع مع الو بانتالون ديالو طوافية ام بتي رابل منو شفتي لبانتالون خفيف بحل السواء وهادو شوية سخخنا ممكن مغندي ما احنا كنحافظو على البارتين سوبرية ولا الفق باش ميدربناش للبرد ورجيلة ترى كتبقى يقدر تلبسي شي حاجة بلاسواء شي حاجة للكخة شي حاجة اللي شفية كتكون باردا وناتنبقو دائما نفاد ليكو لغم بهيجين ايه؟ وتعرفي دارج هاد الموضع لهاد السنة دارج بزاف الموضع غير ووادي ما انا نقول اكانصومه افك موديراشون لاحسب الموضع كيفاش دار سوكن آنيق ليكو ما يكونش فيه بزاف مثلا نمر بحل اليوباغ نتفادوهم هادو كنا الموضع السوخة هما اصلا كنتفادوهم ويلا بغين اللبس شي حاجة في حالك دا فيها اشكال مثلا ديال زخرافات زخرافات هكدا ديال حيوانات ايتو كنحاول انا شوية يكون غير انبتتوش يعني ما اللبس كل شي في حالك داك او اللبس انشاميز باينة كلها يفا زخرافات نمر فاش كتجي شوية اوفر شوية لا ها 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 ه ها قد تكون شوية عامرة وكزيدها بعدك لانبخيمة ديال نمر واللي هدا فكتبن شوية شوية وسايطارة الانبخيمة كيبغي الانسان بدي يكون ضعيف شوية وكيكون لي موتيف مايكونوش كبار بساف ويلا فتحت لبس الانبخيمة لما بقي كل شي سامبل شفتي لبسينة مايدي شو سور مايكونش فيهم قفيلات مايكونش فيهم لا يوجد تفاصيل. لأنه يكون لديك شوية كثير. نرى ما تختار حالنا. في حالة هذا الشو فيها إمريمية. لاحظة معي. ولكن كلها إمريمية. خصوص حاجة سامبل باش تبقى بينها. يعني يلاف تلبس بحالة للشميز. يعني لا الماكيش يكون سامبل. لا الاساسوار يكون سامبل. لا الشوص سور أي حاجة. سافي مبقاش تشي مجود من موراد للشميز هذه. وحالة بغيت مثلا إلا بغيت نسق. بحالة هذه الشكلة الإمريمية. نحاول نشوف أخف درجة. فهذا الشميز معم نسق لبع. فهذا بهنا مثلا نقدروا ما أش اللبسو. مثلا ما مشيش ناخد الزرق. لا. ما مشيش ناخد الغوز. البلان. نقدر البلان. البلان كاسين. ونقدر تلو نوار. أي. نجي مع هازوين. نقدر يجي مع هازوين. بشي يعطي هذه الجمالية ديال. أها. الصفر. الزوزيوين. بحالة تبع هازو بحالة البلان. تدري تلبسى مع دو брاند. نوار. ولو مارين. الجمال. شوية فانسي. الجمال الواقع. أجي خلال غير. وكتقدر تزيعلها مثلا غير. شخص لamas وكليم. أو قليم شخص لأخفرات تطوي. تختار حيات كتار. أيها. نشوفوا الجوب بيسو شوفوا هاد الجوب شوية سخيخنة سخيخنة كتقدرات لبسيها في الربع بسخطوث اوائل الرابع مثل في الربع في الخر كيتفا قدرت نسقي مثلا قدرت نسقي في الربع كان البردرة كما قلنا نزيد عليهم انشاميس بلانش كي يولي لوك زوين ولا انشاميس نوار وإذا كان شوية بارد سخون الحل فهنا كنقدرون دوزول جوب لسي بحال هاد الموديل هادا غريفاش كنكونوا غديل الخدمة انا كنعودا دائما جوب قصار ماشي دي الخدمة كنتفدهم كنحاولوا ان العجوب دينا تقسمي جنو باش كيبقى اننا واحد ستير بروفسيونال في الخدمة دينا ايه كنتشوف كينا قطعة في البيج خفيفة شبونس بقا هادية نيود شوفين نيود هو هي العكولة اللي كتتلبس في جميع المواسم سواء فشتواء مخي نقولوا نيود فشتواء صالحة لكل زمان ومكان صالحة لكل زمان ومكان هاد اللي غوب حالكت بزاف ديال الناس كتلقى همع كتقول دباء انا هاد لا غوب هدي سخيخنا ولكن ما عنداش الكمام ما عشتغل لبسا اللي بساعة الرباية منها كتتخنك منها كيبخو غير جيدة وهانتي ستون غابلية شوي ولا طولة تقمي جنو كتقدر تمشي بالمثلا شي مناسبة ولا قان كوكتيل ولا غير بحال هاد اللي غوب ابي في حالك كمشوش بيوم الخدمة اكيد نحاولوكو شكرا لك زينبخو درجال انا ساحك لنا وبرفقتك وصلنا لنهاية حلقة اليوم شكرا على المتابعة شهية طيبة تقعوا لخير على الاولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة